اشتركوا في القناة في إسبانيا ينادون بفتح المساجد لإنقاذ مهاجرين من خطر الموت سننظروا على هذا الموضوع هذا ونحاولوا نقشه ونعطيه حقوق في النقاش كذلك سنظروا على الخبر الثاني وكذلك اللي يهم الجهة دي المدريد وهو عمدة مدريد كي يمنح النقل العمومي وهنا بالأخص الأوتوبوسيس واحد المدة معينة مجانا للمواطنين دي المدريد ونعرفوا علاش قام بهذا المبادرة هذي وشنو هو الغرض وراءها أول شي غديمتوني الإخوان بهذا الخبر هده اللي كيهمنا بزاف كجالية مقيمة في إسبانيا كجالية مغربية مقيمة في إسبانيا مغاربة في إسبانيا ينادون بفتح المساجد لإنقاذ المهاجرين من خطر الموت واش في نظركم الإخوان؟ هذا هو الحل واش نظركم هذا هو الحل؟ إنك تفتح المساجد باش تنعز فيهم الناس ما أن المساجد عارفين شنو هو الغرض ديالهم وعارفين يعني إحنا كنعيشوا في واحد دولة اللي إلا بغيتي تفتح مثلا واحد الغاراج لشي واحد ينعز فيه رخص يكون يعني تعلم 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 المصالح الاجتماعية وتعلم كل شي بإنك أنت تستعمل هذا المكان هذاك لإنهم واش نتو ما في نظركم هذا هو الحل؟ واش هذا هو الحل؟ أنكم تفتح المساجد للناس ينعز فيها أنا في نظري ما شهده هو الحل و أصلا قانونيا ما كنظنش واش غاي يسمح بذلك واش أنت عارف انت غضي تفتح واحد المساجد وتدخل فيه سبعين ديال الناس ينعزوا فيه ولا ثمانين ديال الناس واش عارفهم واش غاي يتبزوا بالليل واش عارفهم شن غاي يوقع بيناتهم واش عارف واش داك الإنسان هادك اللي داخل تماك داخل على غارة ديالما واش عارف بأن تماك ريقدر يذلك شي خالية واش عارف وخصك تعلم الدولة وهذاك المساجد هادك عنده تصريح للعبادة ماشي للنوم وعنده بزاك ديال الأمور واش نتو ما في نظركم أن هاد الجمعية هادي غد تحمل هاد المسؤولية هادي وغد تفتح المساجد باش يقاوي هاد الناس هادو مهم الخبر هو هادا وعدا ندوزو النقشو نقرع عليكم والأول يعيش مهاجرون المغاربة غير نظاميين على مستوى الجارة الشمالية وما كنقول غير نظاميين فقط كين حتى النظاميين كنصحح هاد المسألة هادي يعيش مهاجرون المغاربة غير نظاميين نقصنا نقول المهاجرين متفع عامة على مستوى الجارة الشمالية ووضعا صعبا هذه الأيام بسبب موجة البرد التي تشهدها البلاد والتي دوت بحياة لبعض منهم وهتزت مدينة برشلونة بإسبانيا خلال هذا الأسبوع على وقع مقتل شابين مغربيين من المهاجرين غير نظاميين ثم العثور عليهما بأحد الأسواق وقد انخفضت درجة حرارتهما بشكل كبير وخلف هذا الوضع حزنا كبيرا في صفوف المغاربة المقيمين في الديار الإسبانية الذين عبروا عن استعدادهم لتقديم مساعدات اجتماعية لأبناء بلادهم في هذه الظروف الطبيعية الصعبة ودعت في هذا الصدد فيدرالية الجمعيات المغربية بإسبانيا الجمعيات الإسلامية إلى الانخراط في هذه العملية لدعم مهاجرين غير نظاميين في هذه الفترة الصعبة وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية في هذا البلد وأكد في هذا الصدد محمد إدريسي رئيس فيدرالية في تصريح لجريدة سيسبريس إلكترونية على ضرورة انخراط المساجد على مستوى التراب الإسباني في استقبال مهاجرين غير نظاميين وإيوائهم خلال هذه الفترة الحرجة وشدد الإدريسي ضمن تصريحه على أن الإسلام دين رحمة وتسامح وبالتالي فإن فتح المساجد للمهاجرين بدون مأوى في هذا الظرف بالذات من شأنه أن يجعل من هذه الفئة تتجاوز هذه الظرفية الصعبة بأقل أضرار وأضرار فالمتحدث نفسه بأن أعضاء الفيدرالية مستعدون لتقديم يد العون لإخوانهم المغاربة وخصوصا في هذه الظروف المناخية التي تعرفها شبل جزير الإيبيرية ولفت رئيس الفيدرالية إلى أن هذه الأخيرة أنشأت خالية أزمة في مختلف جهات إسبانيا وستواصل عملها باستمرار لمواكبة الجالية المغربية عبر تقديم مساعدات ضرورية لأفراد ذها لمواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرفها البلاد وأكد الإدريسي أن الإخيرات المساجد البالغ عددها إلى 1632 مسجدا في هذه المباظرة العاجلة من شأن أن يحقق نتائج المرجوة من الحملة الإنسانية التي أطلقتها الفيدرالية هذه باذيرة زوينة أنا ما كنقول أن هذه الباذيرة ليست زوينة ولكن واش هذا هو الحل؟ واش هذا هو الحل للإخوان؟ أنا بالنسبة لي هذا ليس حل يعني هذا ليس حل هذا نقدر نقوله حل مؤقت في هذه الظرفية الصعبة فعلا يقدر يكون حل مؤقت أن نكتوي هذه الناس في المساجد ولكنت عرفتي شنو غي يترفض ذاك المساجد وعرفتي ذاك الناس واش كي اللي بالحوزة دياله واحد السلاح أبيض كي اللي قدر يكون جايب لغرض إما يعني صعيب باش أنت تكون طولي أمنيا هادوك الناس اللي غادي يدخلوا لك أنتال ذاك المسجد هاداك وغادي ينعسوا فيه وقدر يوصلوا لثمانين سبعين شخص في المسجد يعني غادي تكون صعيبة هنا كيما كنقولوا هادو روقع يعني فاش كيكون تقاطع كتيرو عندك في واحد تريكو كتش تدروا وكتقاك تحتهم باش كتتخيط باش كتدرق ذاك المشكل هاداك ولكن المشكلة الإخوان باش نكونوا صريحين مع بعدياتنا وما نكذبوش على ريوصنا المشكل جاي مننا احنا باش نكونوا واضحين مؤخرا نكن درجوا واحد المبادرة عنكم عارفين هالإخوان وهضن نخرجنين عثنا في الشارع وبيننا الواقع وشنو الغرض من ذاك الفيديو هاداك اللي قينا عليه واحدة كمية من الانتقادات وكذلك قينا يعني بزردة ناس который قال لك شكرا اللي درجوا ذاك البادرة هدي وهي بادرة طيبة و لكن واشتسائلتو شنو هو الغرض من ذاك الفيديو هاداك ذاك الفيديو هاداك الغرض منو هو أننا نوريو الواقع المعاش في إسبانيا في الدول الغربية في دول الأوروبية هذا الواقع هذا الحلم اللي لطالما تحول لكابوس بزر ديال الناس اللي كانوا بغين يجيوا ويعيشوا في أوروبا وبغين يعني يلقوا واحد الفرصة ديال التغيير ديال الحياة ديالهم وبزر ديال الأمور باش يعيشوا حياة أفضل دائماً كنقولوا بإنه هنا مكينش الجنة هنا رأى أرض من أرض الله فيها محاسن ومساوئ ديالها فيها متاعب وفيها راحة ديالها فيها بزر ديال الأمور زوينة وفيها بزر ديال الأمور خائبة يعني الفرق ما بين هاد الأرض هادي والأرض اللي كانعيشوا فيها حين المغرب هو بعض بعض النظام لا أقل ولا أكتر ولكن إلا جيتين تاب طريقة غير قانونية لهذه الدولة هادي وهذا الشي هذا اللي كان رقز عليه دائماً ألا كنتشوف شنو غير يلاقيك وهذا واجب ديال نحن كجالية مقيمة في أوروبا أننا نوري والواقع للناس أنا أعطيكم هيميتال البارح يعني وهذا الشي هذا الحمد لله كان بزر ديال الناس اللي كانت تعاونوا في المنطقة اللي كانعيش فيها وكان قدمت الشكر الكبير بزر ديال الناس اللي كانت تعاونوا معينا غادي نتكر بعض الأسماء البارح كانت يعني هبطناه واحد المبادرة وبطناه شوية متاع الأكل وشوية ديال الشرب للناس اللي كانين في محطة الطرقية من ديسالبارو هنا في مادريد يعني وهودنا يعني ما صورنا متى حاجة أنا أصلاً ضد أنني نصور أنني كان أعطي الصداقة وراعق وعرفينها الإخوان أنا فقط يعني المبادرة رادرتها باش نوري الواقع المعاش للناس اللي هي كسر من الناس اللي هنا وكذلك نحركوا واحد شوية ديال روح تضامون في الإخوان باش يخرجوا يتعاونوا مع الناس هادشي رادرناه قبل ما يوقع هاد المشكلة ذيال البرد وراكوا عارفين هادشي هاده الناس اللي كانت تابع القاهناة فالبارح هبطنا مع بعض الأصدقاء مشكورين بعض الأخوات اللي ليجي زيهم بخير جمعونا واحد مجموعة من 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 الأمور لأكل الشرب يعني المال القرعد المكبار السوموس هبطنا يعني بزاف ديال الأمور ولكن احنا عارفين ذاك شهادك ما يهونش الأمور فوحنا تمك انا كنتمشيش خليت الرقم ديال الهاتف ديالي خليت الواحد السيد تمك عنده كيبيع اللي كارت ديال التليفون فوصل محطة طرقية وعطار رقم ديالي لواحد شاب شاب 24 سنة في مقتبل العمر وعنده الوراق دياله والإخوان هذاك هو الغريب في الأمر عنده الوراق دياله والتحاز كيبات في الزنقة هنا في إسبانيا فهذاك الشاب هبك تصل بيه تصل بيه نهار قبل قلت ليه نهار الفلانية العادين هود يعني باش نقلب عليه فاش كانت لقى بالشاب يعني شاب نقي شاب يعني تلحوايج اللي لابس الإخوان ما كافينش أنهم يدفيوه من البرد فكانت واحدة صدمة كبيرة لدرجة أنني ما قديتش نسمح في ذاك الشاب تمك وقلت إيلا سمحت فيه وبقى حتطرة ليش يمشكي لهذا الشاب هنا أنا رغم قحيتي كاملة وأنا الضمير ديالي كيتأنف لأنني لخليتوه تمكوه زيت في حالتي فما قديتش نخليه هزينا معنا وطلعنا مشينا عندو حسيدة مهم كنشوفو كيفاش نشوفو كيفاش نديرو باش نحاولو ناوي ويف باش مما كان باش مما أعطى الله لأن ما جاتش غديتخلي ذاك الشاب بذك 24 سنة في مقتبر العمر دري ننقي الكلام دياله نقي كل شي نقي باين عندو والديه عندو حياته يعني ماشي شي واحد اللي ينقوله هو بغاة زنقة هو ما بغاش زنقة زنقة تفرضعت عليها وهذا الأمر هدا كنقوله الإخوان اللي في المغرب أنا هناك كننصرد الميساج هدا الإخوان اللي في المغرب إن المشكيل غيتعالج من المغرب ما غيتعالجش من هنا من إسبانيا راكي لا جيت اللي هنا أنا ما غديش تلقى الإسبان حليلك للدين راها قال لي واحد الكلمة هات السيد هذا وبقات لي في دماغي بقات في دماغي ما بغتش تحيد وتمك قررت بأنني ما غديش نتخلى عليه وغادي يمشي معاي وكان شكر واحد سيد عندو مش زارة هنايا في إنتري بياس سميش وجلال كان شكروه بزاف لأنه هو اللي فتح لي الباب لأن تسدو لي يلقع البيبان كان غاي يبات سيد في داري لأن ما كانش عندي فين غادي يمبيتو كان غاي يبات في داري وتسدو لي قاع البيبان والتقس عليه الباب وقال لي غادي يلقى ليه الخدمة وخداه وغاي يخدمه وغادي ياخد المأوى ولكن را ما غاديش نقدروا نديروا تشهادة معاقة عن الناس اللي في الزنقة فلهذا هذا الميصاج هذا بغيتو يوصل المهاجرين للناس اللي كيفكروا في الهجرة وكذلك المهاجرين اللي هنا بشي وصلوا العائلات زيالهم الواقع ماشي نبط سيارة السيارة هنا الإخوان را أرخص مكين هي السيارة را ماشي شي حاجة هنا أرخص مكين هو السيارة سراء أي واحد خدمه لو ما خدمش كيم بإمكانه يحصل على سيارة السيارة را ماشي هي كل شي أنني ندير سيارة ونود بها ونمشي نتفشخر على الناس من المغرب هادرة واحد الأمر ليه هو صعيب يعني مخصص هذا شي تحدي تخص الواقعي بقيبها نخص ننويينه وقال لي هاد الشاب هذا قال لي وحد الهدرة وبقت فيها وضرتني بزاف الإخوان وغنوصلها لكم هنا يا قال لي يا جاو صاحب السامور وانا يعني هاد الهدرة هذه دياله وانا عارف بإن هذه الناس هادوك ما قادش نطي يحمل العمل ديالهم طبيعة الحال قدر يكون إحنا يعني كجالية مغربية يعطينا واحد صورة نبدلا ولا ولا واخدين مننا واحد الموقف وما نبقاوش كي بغوا يتعاونوا معنا ما نعرفت ولكن هادا يعني را إنسان كيبقى إنسان يكون نم ما بغي يكون كيبقى إنسان دازو شير لهم شير لهم قالوا لي هاحنا راجعين عندك ووقفوا واحد شوية قوا أفارقة قالسين قدامو هسوهم ومشوا وما رجعوش عندهم ليلا قبل من الليلة اللي غنطلقى به أنا فاش قال لي هاد الهدرة هذه يعني حسيت بواحد التئاب حسيت بواحد الخيبة أمال حسيت بواحد الأمور يعني كيفاش تعذرها بشر يعني را هادك إنسان وش نوز عما؟ كتفضلو إنسان على إنسان؟ يعني ما ما عرفت أنا هاد الهدرة هذه اللي قال لي هاد هو قالها يعني هو قالها فعلا أنا ما كنشككش في القدرات ديلك الناس ولا كنقول بأنهم ما كيخدموش بالعكسة هوم كيديروا واحد العمل اللي هو كبير بزاف في هاد الوقت هذا دي وكيتعاونوا مع الناس كين كامبانيا دي فريو كيخرجو كيديو هم كين ناس اللي عتني هما ما كيبغيوش ينعصو في الديور وهاتش راشفناه بعينينا كي الناس اللي هما بغاوا كين الديور كين عائلات وهم كل شي وما اللي قرروا ينعصو في الشارع ولكن كما بيت نقول لكم على الإخوان المشكيه الخصوية تحل من المغرب خصوية تحل من المغرب خصوية فورص دي الشغل تتدمج في المغرب لما بقى أصافي راحنا كندخلوه في واحد العصر اللي را كل شي غا يتقد كسرة مع هاد الأزمة دي اللي جات را كل شي غا يتقد هذا يقول لي كي أوروبا كي المغرب كي أمريكا كي كل شي كون كتشوفو العالم كامل كيتتغير فنحاولو بدلو ذاك الفكرة هديك كيش حال مو واحد كيقول لك راه هاد الجائحة جاته عراس على الواقع وبان هاد شي هذا والجائحة رغي طرف من بزر دي الأمور اللي قد تتغير في العالم يعني العالم غا يتغير كامل فلهذا خص هاد الناس هادو اللي كيغامروا بالأرواح دي اللهم في البحر يعرفوا بأنهم كيغامروا على والو يعني شي حاجة ماشي مهمة قدي تجيل هنا بواحد الحلم اللي يقدر يتحول لك الكابوس يقدر يتحول لك الكابوس يقدر يتحول لك الكابوس تقدر تلقرص في واحد الأزمة كين بزر دي القناصر اللي قالوا جاو عندهم الناس وقالوا لهم عطينا اللي سيبا سيبا سيرجعوا للمغرب صافي عينا بغينا غير رجعوا فحنا شوفوا هم جوزوا الكانارير هم كي رحلوا الناس بالجملة يعني من الأحسن الإنسان يفكر يفكر قبل ما يتقدر القرار دي لأنه يغامر بحياته في البحر هادشي اللي بغيت نقول لكم الإخوان وندوزوا الخبر الثاني وكان عتدري اللي طولت عليكم لأنه موضوع مهم بزاف وبغيت نوصله ودائما كنحاول نكون يعني صريح في هذا الأمر هذا غادي نضرو الإخوان على المنطقة دي المدريد وهنا العمدة دي المدريد قرر يمنح تراسسبورتي youtube فابور هناры ولكن هنا بالأخص الأوتوبوس بغا يمنحهم فابور الواحد لمدة دي لتلتيام كنو هما الاثنين غايكون 70 في الـمية من السيفيس الـ 300% و الـ 400% وكذلك الـ parking metros يعني الـ parking اللي بالفلوس تهوما في هاد الأيام هذي غدي تكون فابور باش الناس ما تسهدش السيارات ديالها باش على حد القول دياله باش السلطات تقدر تنضف الشوارع من الثلوج وكذلك التلوت في مادريد تطلع مؤخرا وبغوي نقسم منه كذلك السرعة محدودة في الـ M30 لـ 70 كيلومتر في الساعة والسيارات اللي معندهاش البغاتين ناركم عارفين هذا السيستم جديد ما غيقدروش يدخلوه السنترو ديال مادريد ولا يسركلوه ستسنترو ديال مادريد هذو هما الأخبار اللي بغيت نقسم معكم اعتذر لا طول تعليكم الإخوان ولكن كان موضوع مهم وخصو يوصل وانتمنى يكون الشرح كان واضح ويكون يعني إذا كشي اللي بغيت نوصله يكون وصل الإخوان المهاجرين بتفع عامة وكذلك الناس اللي كتفكر في الهجرة واللي بغا ت تغامر بالأرواح ديالها من المغرب كان معكم سوفيا المرزوقي من قناة سوفيا المرزوقي لمساعدة المواجدين في إسبانيا وشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور وتكونوا في أحسن الأحوال السلام عليكم